الأخبار بقى المنتشع السوشيال ميديا بشكل غير طبيعي هو عن الشياء باتر أو زبدة الشياء الأقاويل بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا نجيب معلقتين كبار من الشياء باتر زائد معلقة ونص سكر نحطها في التلاجة من بالليل لحد الصبح وكل يوم خمس دقايق ندلق بيها بشرتنا أو مرتين في اليوم مش مشكلة كم مرة لكن لما هندلق بيها البشرة اللي هيحصل إيه؟ إن الخدود هتتنفخ أو تكبر أو هتدي استدارة للواقع الفكرة الأقاويل دي ممنتشة جدا ونشوفه كذا خبر عليه علامات تفهام كبيرة جدا إزاي يا جماعة هخلط زبدة الشياء على شوية سكر ودلكه في الشي إن شاء الله أعد أدلك فيه لعمره كله وخدودي هتتنفخ أنا شايف إن الأخبار دي مش صحيحة خالص مفيش حاجة ممكن تدي استدارة للخدود أو تنفخ الخدود بمعنى أصح غير لو حقن لو هنحقن أوكي أو تخنة وتخنة زيادة عن نزوم على فكرة إن فيه ناس بتدخن جسمها بيتخن بشرتها مش بتدخن أو الواجه مش بيتخن أو حاجات تجميلية بقى حاجات عند كثرة تجميل هما لهم طرقهم لكن إن أنا أجيب شي على شوية سكر وأعمله كده هو خدود تنفخ أو يحصل أي حاجة أو أي حاجة في الجسم على فكرة إن برضو كان فيه أقويل في مناطق تانية في الجسم من اللي عمدت الوصفة دي هتكبر لي خدود أو أي منطقة في الجسم لكن الوصفة دي كويسة الوصفة دي بتدي نظارة بتدي مرونة بتدي إضاءة للواجه فالناس يمكن بيتهيق لها لأنها بتنظف بترتب بتدي مرونة بتنور الواجه كل حاجات دي فالناس بيتهيق لها إن الواجه بيتنفخ زبدة الشيئة إيه مميزاتها؟ لأن أنا بحبها جداً ومشي بقول لكم الخبر المستهدين بس أنتوا استخدموها غنية جداً بالكولوجين بتحفز الكولوجين والإلاستن اللي في البشرة بترتب البشرة بتدي نعومة فيها فيتامين إي فيها كمان بروتاكشن بالشمس على فكرة هي بروتاكشن ضعيف شوية أس بي أف ستة لكن فيها بروتاكشن بتجدد وبتنشط الخلايا السكر السكر اللي بيعملوا الحركات اللي احنا بنعملها دي بتنشط الدورة الدموية فلما تنشط الدموية ووش كده بيبقى حلوة كده وفيده يعني بيجري فيه الدم بتوقع الخلايا الميتة فعشان كده إنتوا بيت هيقلكوا لكن استخدموا الوصفة الوصفة فيها مؤيزات كتيرة جداً وعايز أقول لكم حاجة تانية برضو الشيئة بطر في حد ذاته أوكي؟ كمكون لوحده بيعمل حاجات كتيرة ممكن تستخدميه كمرطب للجسم ممكن تستخدميه مرتب للبشرة ممكن تستخدميه كمان كحماية للجسم ومش حماية قوية أوي SPF 6 بس يعني للتحركات اليومية ممكن تستخدميه لخطوط البيضة مش اللي زهرت اللي قبل ما تسهر مثلاً لها واحدة حامل لأن فيه مرتبات قوية جداً فهو البطن بتتشد ممكن ما يطلع لكيش خطوط بيضة في المساج لب بالم للشفايف لأنه كمان فيه بروتكشن وكي مشان داي بيقول لكم بلاش زبدة الكاكاو لب بالم برضو كيوتكل كريم اللي هو كريم الحواف ممكن نستخدمه كولين كريم اللي هو بعد الشمس بعد دايما لما بنبقى في المصرف وطلعين من على البحر جلدنا بيبقى كده تحس إنه هو إيه محتاج يترتب بكوة وكمان بتساعد على إزالة علامات الجروح البسيطة يعني في الختام الشيا بطر كويسة جداً والوصفة الشيا بطر بالسكر كويسة لكن كونها إن هي تنفخ الخدود أكيد لا